هلكت بعد ظهر أمس الجمعة عجوز تبلغ من العمر سبعين سنة فيما أصيب اتنين آخران بجروح إطرى انهيار سقف غرفة ورواق بناية عتيقة بشارع عشرين أوت خمسة وخمسون تسعمائة وألف عوين تلفول سابقا وسط مدينة قسنطينة حسب مصالح الحماية المدنية وحدات ثانوية للحماية المدنية من سيساوي والمركز المتقدم بمعز عبد المجيد وكذلك قدور بومدوس وباب القنطرة تدخلوا في حدود الساعة الرابعة وثمانية وعشرين دقيقة من بعد ظهر أمس لأجل انهيار سقف لغرفة ورواق لبناية عتيقة تسبب ذلك في هلاك العجوز وإصابة شخصين يبلغان من العمر خمسة وعشرون سنة وأربع وسبعون سنة بجروح أضاف ذات المصدر بأنه تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثة بالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس فيما تم إسعاف الجريحين من طرف طبيب الحماية المدنية وتم إجلاؤهما نحو ذات المؤسسة الاستشفائية وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة الإشارة فإن الجو كان صحوا يوم أمس بولاية قسنطينة بخلاف الأيام الماضية التي تسقطت فيها أمطار غزيرة على المنطقة التفاصيل وفن بها شمس الدين تامن سقطت اليوم بناية الولد والولدة هنا كان صور قديم تعجيرا سقط علينا فتوفيت الولدة يرحمه الله صلى الله يجعلها فعليا ويغفلها ورحمها والولد وصيب بخدوش في رأسه هو ابن عمي والحمد لله على كل حال نساء الله يتقبل منها إن شاء الله ومات في يوم جمعة وفي الهدم إن شاء الله احتسبوا عند الله شهيدة بيننا عز وجل جاءت الحماية جاءت الدنيا بكل جاءت السيتيسي قالوا أن الدار هذه راح تريب وفي خطر الحي كامل الحي كامل كل دار تدخل فيها تلقى البروبلم تشقق تعميمان تسايح تعد دار في ريسك كبير كل عام يقولون الناس أن دقيقة سمانة هذه 15 يوم هذه مكين ويلوا مكين ويلوا عشر سنين وحنا نعانيوا مع الإدارة هذه مهزونا مدالوا نحل درك هذه المرة هذه اللي مات درك أولاد هوا شي ديروا بالسكنة هي كرهتهم في السكنة هذه كرهوا خلصوا صاري واحد تسمى يرحم بابك تصور أنت في عقلك الناس هدو كون جوا على العشرة تعليل وطحت عليهم وكل سكنة في الضيق سبعة إلى كاملة في ستة ولا سبعة من الناس طحت عليهم ضربة وحدة زيم الكريته